اشتركوا في القناة والبداية من ابرز العنوان عملية الاول قبض على خمسين ارهابيا من خلايا داعش خلال عملية الامنة في منطقة الهول للشمال الشرق سوريا اشتباكات بين مسلحين محليين وقوات الحكومة السورية بريف محافظة درع جنوبية سوريا وسط حالة من الفوض استمرار الهجمات الاسرائيلية على لبنان وقطع غزة سقوط المزيد من الضحايا ولا حل يلوح في الوفق بعد فوز ترامب مسؤولون روس يدعون حلفاء اوكرانيا بالغرب لقبول بانتصار روسيا والتفاوض على انهاء الصراع مرحبا بكم مشاهدين في التفاصيل تستمر عملية الامنة الدائم في منطقة الهول ومحيطها بريف الحسكة شمال شرق سوريا لليوم الثالث على التوالي وكانت القوات المشاركة في العملية قد اعلنت في وقت سابق القاء القبضي على خمسين عنصر من خلايا تنظيم داعش الارهابي بالاضافة الى مقتل ارهابي واصابة اخر في اليوم الاول للعملية وانطلقت عملية الامنة الدائم يوم الاربعاء الماضي في منطقة الهول ومحيطها بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي وذلك بمشاركة قوى الامنة الداخلي ووحدات حماية المرأة قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي ولم تعلن القوات المشاركة في عملية الامن الدائم عن موعد انتهائها لكنها اكدت عزمها على تحقيق الهدف وهو الحفاظ على حالة الامن والاستقرار في منطقة المزيد في التقرير التالي تستمر عملية الامن الدائم في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الارهابي في منطقة الهول ومحيطها بريف الحسكة شمال والشرق سوريا العملية التي انطلقت بمشاركة كل من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وقوى الامن الداخلية وبدعم من التحالف الدولي تم خلالها حتى الان تمشيط عشرات القرى المحيطة بمخيم الهول والقاء القبض على اكثر من خمسين عنصرا من داعش بالاضافة الى مقتل عنصر واصابة اخر ومصادرة اسلحة وذخائر بحسب ما ذكرت قوى الامن اليوم هو اليوم الثاني لعملية الامن الدائم دائر ما يدور منطقة الهول وتم تمشيط عشرات القرى دائر ما يدور منطقة الهول والشدادي والعريشة وبعد ما نخلص بإذن الله القرى هاية راح نتم تمشيط مخيم الهول وتتم عملية تنظيف خلايا داعش جاءت هذه العملية لمواجهة التهديدات التي تشكلها خلايا داعش خاصة بعد ان سقط مؤخرا ضحايا بصفوف قوى الامن بهجمات ارهابية في تلك المناطق ومنعها من شن اي هجمات محتملة تستهدف المخيم او المدنيين في عشرات القرى وبسط الامن والاستقرار فيها يعني مارسنا دور كبير بهذه الحملة ساتي صار يوم الحملة بالشي ومارسنا دور كبير فيها وعم نمرس نشاطنا بشكل جيد وذاتي الحملة مستمرة وسنلحق بالحملة في مخيم الهول ونظرا لوضع مخيم الهول المهدد للعالم اجمع خاصة مع استمرار تنشئة الاطفال هناك على الفكر الارهابي وما يترتب على ذلك من تهديدات مستمرة تؤكد القوى العسكرية استمرارها باداء مهامها في منع ما توصف بالقنبلة الموقوطة من الانفجار الذي ان حدث لن يسلم احد من تدعياته لمتابعة هذه العملية من شمال الشرق سوريا ورحب بمراس اليوم شادي بكر سباح الخير شادي اهلا بك معنا في هذه النشرة شادي لليوم الثالث على التوالي تستمر هذه العملية ما نتائجها لغاية الآن ماذا في المتابعة على مدار اذا ثلاثة ايام تستمر عملية الامن الدائم والتي اتت في وقت ملح والحاجة لها كانت ضرورية للمصلحة العامة وحتى المصلحة العالمية بعد ان تسببت خلايا تنظيم داعش الارهابي في اراق دماء العديد من قوى الامن الداخلي في منطفة شمال وشرق سوريا هذا الى جانب وجود تهديد بعض التهديدات المبطنة واحيانا مباشرة لها خاصة في ظل نشاط بعض خلايا حتى اللحظة في الصحراء السورية المبتدة من ريف دير الزور وفي ريف حمص بناء عليه اطلقت قوى الامن الداخلي تحت جناح غرفة عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة ودعم ومؤازرة من قبل قوات التحالف الدولي اذا قبل ثلاثة ايام عملية الامن الدائم بهدف ملاحقة خلايا وعناصر تتبع للتنظيم الارهابي سواء على مستوى المخيم ومستوى محيطه حتى اللحظة تمكنت هذه العملية من القبض على خمسين عنصر من عناصر تنظيم داعش الارهابي الى جانب قتل عنصر اخر واصابة اثنان من عناصر التنظيم وما زالت الحملة مستمرة حتى تاريخه ولا يوجد لها سقف زمني محدد يبدو بان القوات الامنية عازمة على ملاحقة كل من ثبت تورطه في خلايا هذا التنظيم بناء على اعترافات مسبقة لعناصر من التنظيم تم القاء القبض عليهم اضف الى ذلك ما قلناه للتو هو وقوع ضحايا في صفوف والامن الداخلي سابقا جراء هجمات لخلايا تنظيم داعش الارهابي وهناك ايضا هدف اساس تريد من خلاله فرفة العمليات المشتركة من خلال عملية الامن الدائم وقد كل نشاط محتمل لعناصر التنظيم من الممكن ان يؤدي الى وقوع تهديد او ضحايا بفعل هذه الخلايا على مستوى المخيم مخيم الهول ومحيطه وايضا تمكنت العملية حتى اللحظة من تمشيط عشرات القرى المحيطة بمخيم الهول وتم تمشيط الريفين الشمالي والجنوبي بالكامل لمدينة الهول وايضا الحدود السورية العراقية تم تمشيطها بالكامل اذا وفقا للمعنيين عن هذه العملية لا يوجد سقف زمني معين وستستمر حتى تحقيق اكثر من هدف ما هو معلن منها هو ملاحقة والقاء القبض على كل من ثبت بانه ينتمي لعناصر التنظيم سواء على مستوى المخيم وعلى مستوى محيط مخيم الهول الحديث جرى عن المناطق الصحراوية المحيطة بالمخيم هناك امر مهم بان بعد ان استصدرت الحكومة العراقية قرار باستعادة جميع رعاياها من مخيم الهول وفعلا استعادت نحو 2000 شخص من هؤلاء واستعادت قبل مؤخرا استعادت 2000 منهم وقبلها ايضا استعادت وهناك قرار حكومة العراقية باستعادة جميع ذوي الجنسية العراقية من مخيم الهول وغيره من مخيمات شمال وشرق سوريا من عوائل تنظيم داعش الارهابي وتعتبر الجنسية العراقية اذا ما قررناها بباقي الجنسيات الاجنبية لعناصر وعوائل التنظيم الارهابي المسجونين في مخيمات شمال وشرق سوريا وحتى على مستوى السجون هي اكثر ذوي الجنسية العراقية بالتالي هذا الامر سيكون هام على صعيد تخلص مؤسسات الادارة الذاتية بشقيها المدني والعسكري من معضلة هذا المخيم التي تقول ويقول أيضا الباحثين في شؤون الجماعات المتطرفة بأنه بمثابة قنبلة موقوثة ويوم بعد آخر تزداد المعضلة بالتعقيد نتيجة استمرار تشريب أفكار التنظيم من قبل نساء تنظيم داعش الارهابي لأطفالهم وأيضا العناصر المحتجزين من قبل القوى الأمنية في مناطق شمال وشرق سوريا الأجنبيين وترفض دولهم استعادتهم يوما وراء آخر يزيد حقدهم أكثر ويزيد تطرفهم أكثر وتشعبهم بهذه الأفكار وهنا نقطة هامة لا بد من لفت الانتباه إليها ما يقوم به النظام التركي في غير مرة عبر استهداف المخيمات وإرسال خلايا نائمة لمحاولة إطلاق صراحة عناصر التنظيم من استجن الصناعة في الحسكة بالتالي نحن أمام تحدي مستمر في مواجهة قوى الأمن الداخلي في منطقة شمال وشرق سوريا وهنا نتحدث شادي عذرا على مقاطعتك يعني أنا كنت بدي أسألك عن التحديات التي تواجه هذه الحملة بالتحديد كان في حملات سابقة على ما يبدو اللافت في هذه العملية توسيع النطاق الجغرافي لهذه العملية التحديات التي تواجه اليوم هذه العملية هل صار في حديث من قبل القائمين على هذه العملية سواء قوى الأمن الداخلي أو وحدات حماية المرأة بأنه في تحديات معينة تواجههم بالتحديد في هذه المرحلة أو هذه العملية كما تعلمين من ضمن غرفة العمليات المشتركة هي وحدات حماية المرأة وداخل مخيم الهول هناك نساء هذا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع النساء التي تورطنا بتشكيل خطر على المدنيين في مخيم الهول هذا من ناحية من ناحية ثانية وجود مدنيين في مخيم الهول بحثاته يعتبر تحدي وصعوبة تواجه القوات الأمنية ومع أخذها بالحسبان ضرورة تأمين الحماية لهم بالدرجة الأساسية أثناء ملاحقة خلايا التنظيم سواء بالقطاع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع داخل مخيم الهول وأيضا بمناطق المحيطة بمخيم الهول هناك مدنيين ولكن قوات سوريا الديمقراطية كما علمتنا سابقا أثناء حملات تحرير المدن تأخذ بالحسبان بالدرجة الأساسية مسألة عدم تأذي أي مدني واحد وبالتالي كانت تتأخر على سبيل مثال حملة تحرير رقاء أو حملة تحرير منبج كذلك الأمر استمر تواليا في حملات ملاحقة اليوم الجزء المخفي من التنظيم على مستوى الخلايا ولكن هذا الأمر ماذا يؤدي يؤدي إلى أن قوات الأمنية تتأخر في عمليات حسم ملاحقة خلايا التنظيم ولربما هذا الأمر يكلفها خسائر حتى على مستوى الأرواح والإصابات نتيجة الاحتياطات الزائدة وأخذها بالحسبان ضرورة عدم تأذي أي مدن واحد أثناء ملاحقة خلايا هذا التنظيم أضف إلى ذلك التحدي الأبرز هو مسألة الحرب الفكرية التي تواجهها منطقة شمال وشرق سوريا اليوم مع الفكر الداعشي كون تقول القوات العسكرية بأن الحرب العسكرية معهم ليست بذات الصعوبة إذ ما قررناها بالحرب الفكرية التي خلفها وتركها التنظيم سواء في المناطق التي كان يسيطر عليها وما زال يبث هذه الأفكار حتى اللحظة من خلال خلاياه النائمة على مستوى مخيم الهول وخارجه سأكتفي بهذا القدر منك شادي أشكرك جزيلا شكر على كل التفاصيل وكل معلومات التي وضعتنا في صورتها من شمال وشرق سوريا مراس اليوم شادي بكار شكرا جزيلا لك قتل عنصران من قوات الحكومة السورية وصيب آخرون بقصف أن نفذته مصيرة تابعة للاحتلال التركي على مواقع عسكرية بريف منبج شمالية سوريا وفد المركز العلامي لمجلس منبج العسكري بتعرض نقطة تابعة لقوات الحكومة في قرية العلوات بريف منبج الشمالي لهجوم بطائرة مصيرة تركية مصفر عن مقتل عنصرين من القوات الحكومية وصابت ثلاثة آخرين بالإضافة إلى اشتعال النيران في أسجار الزيتون يتي ذلك بالتزامن مع تعرض ضيق رلشات والحصان والعلوات بريف منبج القصف بقذاف الهاون والمدفعية من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية تابعة له بحسب المركز العلامي لمجلس منبج العسكري نبقى بسوريا حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة ومسلحين محليين في ريف درع جنوبي البلاد إثر استهداف المسلحين حاجزاً نمنياً بريف المدينة بهدف الضغط على القوات الحكومية للإفراج عن شاب معتقل لا هدوء في محافظة درع جنوبي السوريا فلا يكاد يمر يوم واحد إلا وتشهد فيه إحدى مدن أو بلدات المحافظة توترات أمنية أو مواجهات بين قوات الحكومة السورية والفصائل المحلية أو مجموعات مسلحة متناثرة هنا وهناك ومع استمرار حالة الفوضى هذه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة السورية ومسلحين محليين على خلفية السهداف المسلحين حاجز الغارية الشرقية بريف درع الشرقي وذلك بهدف الضغط على القوات الحكومية للإفراج عن شاب معتقل ينحدر من بلدة الكرك الشرقي بريف درع الشرقي وتضامنا مع مطالبات الإفراج عن الشاب المعتقل هاجم مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة مواقع أخرى لقوات الحكومة بريف درع شملت مركزا أمنيا في مدينة إنخل وحاجزا عسكريا يتبع للمخابرات الجوية في محيط بلدة الكرك الشرقي وحاجزا في بلدة المليحة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وتزامنت هذه الهجمات مع قطع مسلحين طريق الأتستراد الدولي دمشق عمان الذي يمر بريف درع تلبية أيضا لإنداءات تدعو للضغط على قوات الحكومة السورية للإفراج عن الشاب الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري أثناء توجهه إلى العاصمة دمشق هذا وخلفت حوارث الفلتان الأمني في درع منذ مطلع هذا العام عشرات القتلى والجرحى بينهم ضحايا مدنيون ووفق توثيقات تقارير حقوقية فيما يتساء المراقبون عن المستفيد مما يجري في هذه المحافظة ولماذا تلتزم الحكومة السورية موقف المتفرج حيال ما يجري هل هي عاجزة عن ضبط الأمن أم أنها تتعمد بقاء الأوضاع على ما هي عليه أسئلة برسم الحكومة السورية وإلى لبنان فقد أفادت وسائل إعلامية بتجدد الغارات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية للبلاد مخلفة أضرار مادية كبيرة فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلي عن إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ من جنوب لبنان صوب المناطق الشمالية من إسرائيل يواصل الطيران الإسرائيلي شن الغارات الجوية على الأراضي اللبنانية لا سيما المناطق الجنوبية منها بالتزامن مع توغلات برية محدودة للقوات الإسرائيلية في بعض القرى والبلدات يقابل ذلك إطلاق عشرات الصواريخ من قبل حزب الله على شمال إسرائيل وستتعثر الجهود الدولية في وقف الحرب الدائرة بين الطرفين وفي آخر التطورات أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن الطيران الإسرائيلي صباح الجمعة غارات جوية استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وبنت جبيل من بينها الطيري والسلطانية وتبنين وشقرة وكونين وخربة سلم بالإضافة إلى بلدات المنصوري والغندورية وفرون الحدودية وبينما طال قصف متفعي إسرائيلي بلدات علم الشعب ووادي أسلوقي ومجد السلم ومدينة بنت جبيل مخلفاً أضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية تعرضت قرى رامية وعيت الشعب والقوزح لنيران رشاشات إسرائيلية استهدفت الأحراج المتاخمة للحدود وفقاً لوسائل الإعلام اللبنانية التي لم تشر إلى سقوط خسائر بشرية وعلى الجانب الإسرائيلي دوت صفارات الإنتار منذ ساعات الصباح الأولى في مناطق شمال إسرائيل جراء إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية وبحسب المصادر فقد تم رصد إطلاق عشرين صاروخاً باتجاه مناطق الشمال ومدينتي حيفا والناصرة إضافة إلى رصد إطلاق خمسة صواريخ باتجاه منطقة إصبع الجليل سقط بعضها في مناطق مفتوحة فيما رصد أيضاً إطلاق عشرة صواريخ باتجاه نهارية والجليل الغربي دون الإشارة إلى خسائر بشرية سياسياً بحث وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نظيري الفرنسي جانويل بارو الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في لبنان ينهي الحرب المستمرة هناك وقلت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزيرين نقش أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بأمان مضيفة أن المحادثات شملت أيضاً ضرورة انهاء الحرب في غزة ويعاد جميع رهان وزيادة المساعدات الإنسانية وضف بيان الخارجية أن الوزير أنتوني بلينكين يعتزم مواصلة عملية أو عمله ودعم كافة الجهود الدولية لانهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس دونالد ترامب منصبه في العشرين مكانون الثاني يناير المقبل ترجمة نانسي قنقر من بيروت ورحب بالكاتب والصحفي جورج العاقوري صباح الخير سيد جورج أهلا بك معنا في هذه النشرة سيد جورج بداية من الواقع الميداني وبالنظر للواقع الميداني والتركيز الإسرائيلي على جنوب لبنان وتدمير قرى الجنوب بشكل كامل كيف نقرأ هذا المشهد وانعكاساته على مساعل دبلوماسية لإنهاء الحرب خاصة بأنه في اتصالات اليوم بين الفرنسي والأمريكي يناقشان فيها الجهود المبذولة لوقف الحرب في لبنان وأن مصر أنتوني بلينكين خلال فترة ولايته على متابعة هذه الجهود تحية لكي ولمشاهدين في الحقيقة أي مساعل وقف إطلاق النار تسير بالتوازي مع العمليات العسكرية أي أن التفاوض يجري على وقع النار هذه أصبحت ثابتة لن يتوقف إطلاق النار والدزار للخلول سوف يواصل نتنياهو عملياته بالتوازي مع المساعد دبلوماسية إلا أن الرهان على إمكان أن يحاقق بلينكين شيئا غير مضمون لأنه عجز في فترة الحكم الأصلية عن تحقيق أي وقف لإطلاق النار طيب نحن أمام شهرين لوصول الإدارة الأمريكية الجديدة المتبقي الوقت المتبقي لإدارة بايدن البعض من المراقبين يقولون بأن نتنياهوي سيستغل هذه المدة لتصعيد أو في تصعيد أكبر بلبنان اليوم الحسابات اللبنانية أو تحديدا حسابات حزب الله خلال هذه المدة بكل أسف حزب الله اعتاد أن يرقص على حافة الهاوية ولو استدعى الأمر سقوط لبنان في قعر الجحيم كل مرة يستولدون محطات للرهان عليها وللتعويل عليها في السابق كان الحديث أن علينا أن نصمد حتى إجراء انتخابات اليوم علينا أن نصمد حتى تستلم الإدارة الجديدة وبعده دائما هناك ميل لدى شريحة من الساسة اللبنانيين إلى خلق مناسبات وبناء عليها نظرياتهم بشكل يسمح للشعب اللبناني الذي يعاني بأن يتعلق كما يقال بالدارج يصير معلق بحبيل الهواء فعمليا الحزب يقاتل حتى آخر دقيقة حتى آخر لحظة طالما أن لم يأتي أي كلمة سر من إيران سمعنا شيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعين السيد نصر الله كيف أنه أطلق المواقف وتحدث عن أن جماجمهم في يد الله وأنهم مستمرون وأن النصر لقريب وكأن لبنان يعيش في حالة استقرار ولا يدفع كل يوم فاتورة غير مسبوقة من الضحايا ومن الدمار ومن ضرب البنى التحتية ومن ضرب الدورة الاقتصادية ومن ضرب البيئة ومن ضرب الموسم الزراعي كل هذه الأمور تبدو بنظرهم ضئيلة مقارنة بالإنجازات التي تحقق بأن ندخل مليوني إسرائيلي إلى الملجأ أو أن نضرب صاروخ يسقط إلى جانب بيت نتنياهو أو إلى جانب مطار تلبيب هنا تكمن المشكلة سأعود لهذه النقطة الأخيرة التي أشرت إليها بالحديث عن نعيم قاسم سقطت اليوم الرهانات على من سيحكم البيت الأبيض لأنه ظهرت النتيجة وانتهى الموضوع نعيم قاسم قال لن نستجدي إيقاف العدوان العدو هو الذي سيسعى على المطالبة لوقف العدوان لوقف الحرب على ماذا يراهن حزب الله ما هي القدرات اليوم المتبقية لدى حزب الله هل ما يزال فعلا لديه قدرات للإمساك بزمام الأمور خاصة بأنه في حديث سابق لنعيم قاسم قال بأن حزب الله يستطيع الاستمرار في هذه الحرب لمدة شهور ويستطيع الاستمرار لمدة السنوات ويستطيع الاستمرار إلى الأبد لأننا نتحدث هنا عن مجموعة في المنطق السياسي وفي القراءات لا يجدي نفعا البحث معها لأنها تتحدث بأنها أنصاف آلهة وبأن الله كلفها بهذه المهمة وبأن الصواريخ هي صواريخ مباركة من الإمام علي عن أي مكسب يبحث اليوم حزب الله سيد جورج طالما يتحدث بهذه اللغة عن أي مكسب يبحث اليوم حزب الله طالما هو يتحدث بهذه اللغة إن حزب الله يمارس طقوس الانتحار الجماعي إن الموت لنا هو عزة وشهادة وما إلى ذلك المشكلة أن هذا مكون إديولوجيا وعقائديا ودينيا مقارباته منطلقة من منظور مختلف منطلقة من أن الموت حتى لو كان موت جماعي هو عبور إلى الجنة ومن أن هذه مهمة إلهية وما أنهم أشرف الناس ومن كل هذه السردية التي تضعنا في معزق لأن المنطق السياسي لا يمكن له أن يجري قراءة مقارنة على أرض الميدان بين ما يشهده لبنان وما تشهده إسرائيل بين ما يحققه لبنان وما تحققه إسرائيل هنا على المعضلة يبدو أننا أمام خيارين إما أن يفصل الميدان وحتى هذه اللحظة لا معشرات باستطاعة حزب الله أن يحسم هو في الميدان وإما أن تحسم إيران قرارها وأن تدخل في تسوية ترتب الوضع القائم احتمالات اليوم الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل قائمة خاصة خلال هذه المدة أو هذين الشهرين قد تستغلهما إسرائيل أو من يمين نتنياهو بشكل خاص بحسب توصيف مراقبين هي حكومة مبنية اليوم على الحرب اليوم في هذه المدة إذا ما قام أو كان هناك فعلا اندلعت حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل الوضع اللبناني كيف سيكون هل تستطيع الإدارة القادمة ترامب أن تهدى الوضع في لبنان إذا مندلعت الحرب اليوم لبنان في أسوأ أحواله لأن اليوم إيران تقاتل إسرائيل بالواسطة عبر لبنان وتريد التبرأ من دورها يعني هناك انفصام إيران تحاول أن تتبرأ من أي تورط لها منذ السام من أكتوبر ولكنها عمليا تقاتل من خلال الساحة اللبنانية من خلال حزب الله وعبر حضور كوادر من الحرس الثوري نحن شهدنا كيف أن انفجارات البيجرز أصابت حتى سفير إيران في لبنان كيف أن عمليات اغتيال السيد نصر الله وفؤة شكر وما إلى ذلك من قادة كان يسقط في الوقت عينه بعد كوادر الحرس الثوري إذن لبنان اليوم هو ساحة بين إيران وإسرائيل إن فتحت الحرب بالمباشر قد يكون الأمر يعني ربما يخافف الضغط عن لبنان لأنه لا أدري لا يمكن التكاهن كيف تصير الأمور في الميدان ولكن بكلال حالتين لبنان يدفع فتورة هذا الصراع الإيراني الإسرائيلي ويدفع فتورة لا شأن له بها ولا مصلحة له فيها فعليا يعني كما يقال بأنه من الممكن التنبؤ كيف ستبدأ الحرب ولكن النتائج وكيف ستنتهي لا يمكن تصورها كنت ذكرت قبل قليل يعني الصواريخ التي يطلقها حزب الله نحو إسرائيل والوسال الإعلام الإسرائيلية مؤخرا تحدثت عن صواريخ لحزب الله انطلقت من الجنوب نحو المناطق الشمالية طالما بأنه هذه الصواريخ أو هذه الضربات التي يقوم بها أو الاستهدافات التي يقوم بها حزب الله لا آثار لها أي هدف يقصد اليوم حزب الله من هذه الاستهدافات بنظرك وبنظر الباحثين لا قيمة لها إنه بنظر حزب الله وأميني عامي شيخ نعيم قاسم يعني في الإطلاع لما قبل الأخير أدخلنا في معادلة رياضية غير مسبوقة بأنه يسقط في اليوم سلاسة صواريخ فاصلة ويسقط في اليوم كذا إصابة في إسرائيل وكأنه لا يرى أن المعادلة في المقابل في لبنان أنه يضرب في اليوم أكثر من مئة غارة ويسقط في اليوم في لبنان بمعدل خمسين إلى ستين ضحية ويهجر في اليوم الألاف يعني بكل أسف نحن عماما منطق لا منطق أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من بيروت جورج العقوري كاتب وصحفي شكرا جزيلا لك أفدى مراسل اليوم في قطاع غزة بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية شمالية القطاع وذكر مراسلنا أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف منزلا في مخيم جباليا ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين فيما قتل خمسة عشر شخصا على الأقل أصيب أخرون جراء قصفا مماثل استهدف مدرستين تؤيان نازحين غربي مدينة غزة وضف مراسلنا أنه جراء القصف الإسرائيلي العنيف قتل أيضا ثلاثة أشخاص وأصيب أخرون غربي مخيم الانصيرات وسط القطاع بالإضافة إلى مقتل سبعة أشخاص في مناطق متفرقة في رفح جنوب القطاع من جانبها علانة مصادر طبية مقتل ستة وخمسين فلسطينيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة أربعة وأربعين منهم في شمال القطاع فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود ضحايا تحت الركام ولا تستطيع تواقم الأسعاف والإنقاذ الوصول إليهم أعلن الجيش الأمريكي نطائرات من طراز F-15 وصلت الخميس إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط وكشفت صحيفة تايمزوف إزرائيل عن إرسال القوات الأمريكية 12 طائرة من طراز F-15 إلى الأردن تحسبا لهجوم إيراني قد ينطلق من العراق استهدف عن إسرائيل وذلك بعد أن حذرت واشنطن بغداد من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات قبل ساعات من هذا الكشف فعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية توقيع اتفاقية مع الشركة بيونغ الأمريكية لشراء 25 مقاتلة متطورة من طراز F-15 ضمن صفقة تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون فأن الولايات المتحدة قررت نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط بينها مدمرات دفاعية على خلفية تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل قل وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يؤاف جالانت إنه أجرى آخر محادثة هاتفية رسمية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن وذكر جالانت في بيان إنه شكر أوستن على شراكته والتزامه العميق بالعلاقات الدفاعية بين البلدين وضيفا أن الرابط الخاص التي تجمع الطرفين يجب أن تبقى قوية على حد وصفه وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قد أعلن في بياننا الثلاثاء إقالة جالانت من منصبه وتعيين وزير الخارجية إسرائيل كاتس خلفا له مثال الردود فعل قوية في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد قل بعد فوز ترامب مسؤولون روس يدعون حلفاء أوكرانيا بالغرب للقبول بانتصار روسيا والتفاوض على إنهاء الصراع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بانتقال سلميا للسلطة بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة وحث الأمريكيين على تهدية الأجواء وضف بايدن في خطاب من حديقة روس جاردن بالبيت الأبيض إنه تحدث إلى ترامب وهنأه على فوزه مؤكدا أنه سيواجه إدارة أهل العمل مع فريقه من أجر انتقال سلسا للسلطة في العشرين من يناير كانون الثاني المقبل وشدد على أن إدارته تقبل الخيار الذي اتخذته البلاد في هذه الانتخابات مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الأمريكي عادل ويثق فيه ووصف بايدن فترة ولايته الرئاسية بأنها كانت تاريخية مشيدا في الوقت ذاته بنائبته كمال هارس التي أدارت حملة انتخابية ألهمت الملايين وفق تعبيره هنا رئيس الروسي فلادمر بوتن الخميس الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت هذا الأسبوع قال بوتن على هامشي منتدى فالداي الدولي للحوار أنه مستعد للتحدث مع ترامب لأن أي أفكار بشان تسهيل إنهاء الأزمة في أوكرانيا تستحق الاهتمام أضاف بوتن أنه معجب لكيفية تعامل ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو تموز الماضي واصفا إياه بالرجل الشجاع وكذا رئيس الروسي أن موسكو مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الشعب الأمريكي مشيرا إلى أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية تستحق الاهتمام دعا رئيس مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو حلفاء كييف الغربيين إلى القبول بانتصار روسيا في الحرب والتفاوض على أنهاء الصراع فيما شدد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن هزيمة موسكو تصب في مصلحة الأوروبيين في الوقت الذي يحقق فيه الجيش الروسي مكاسب ميدانية خاصة في الجبهات الشرقية على حساب القوات الأوكرانية التي تعاني من نقص في العدد والعتاد دعا رئيس مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو حلفاء كييف الغربيين إلى الاعتراف بانتصار روسيا في الحرب والتفاوض لإنهاء الصراع شويغو وخلال اجتماع لرؤساء مجالس الأمن لرابطة الدول المستقلة في موسكو وهو تحالف من عدة دول في الاتحاد السوفيتي سابقا اتهم الغرب باستخدام أوكرانيا لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ولكنه شدد على أن الغرب فشل بذلك وفقا لوصفه شويغو الذي كان وزيرا للدفاع وكلف بمنصبه الجديد في أيار مايو الماضي أكد أن الوضع في ساحة العمليات العسكرية ليس في صالح كييف مشيرا إلى أن الغرب أمام خيارين إما مواصلة تمويله وتدمير الأوكرانيين على حد تعبيره أو الاعتراف بالواقع الحالي والبدء في التفاوض وفي حزيران يونيو الماضي حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروطه لإنهاء الحرب في أوكرانيا وهي بتخلي كييف عن طموحات الانضمام إلى حلف الناتو وسحب قواتها من المناطق الأربع التي تطالب بها روسيا وتضم دونيتسك ولوغانسك فضلا عن منطقتين زابوريجيا وخيرسون بالتزامن مع الدعوة الروسية شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة حاليا في العاصمة المجرية بودابست على أن هزيمة الروس في الصراع القائم حاليا يصب في مصلحة الأوروبيين مضيفا أن مصلحتهم هي أن لا تنتصر روسيا من جانبه قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو أن الدول الأوروبية بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وإدارة الرئيس القادم دونالد ترامب مفادها أنها ستدعم أوكرانيا بقدر ما تحتاج إليه وفي تصريحات صحفية قبل اجتماع زعماء الأوروبيين أكد أوربو أن أوكرانيا تقاتل من أجل ما اعتبره نموذج يشمل عضوية الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي أثارت إقالة المستشار الألماني ولاف شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب القضايا الاقتصادية أزمة سياسية في ألمانيا وقد دعا تحزاب المعارضة المستشار إلى طرح الثقة على الحكومة في البرلمان الأسبوع المقبل بالإضافة إلى الإعلان عن انتخابات مبكرة المزيد في تقرير دلشات حاجي صواريخ روسيا وقنابلها لم تدمر المدن الأوكرانية فقط بل هي السبب الرئيسي لإنهيار الاتلاف الحاكم في برلين الذي دخل من أزمة إلى أخرى منذ اليوم الأول لهذه الحرب أولها كان تعرض الاقتصاد الألماني لصدمة توقف واردات الغاز الروسي ومدى أولوية دعم أوكرانيا عسكريا ورفع الإنفاق على الجيش بحزمة مالية تجاوزت المئة مليار يورو الخلافات المستمرة أدت إلى إيقالة المستشار أولاف شورتز لوزير المالية كريستيان ليندنر كثيرا ما كانت توافقات الضرورية معاقة بسبب الشجارات والمطالب الإيديولوجية الصاخبة كثيرا ما قام الوزير ليندنر بعاقة تشريع القوانين بدون سبب منطقي كثيرا ما استخدم تكتيكات سياسية حزبية ضيقة كثيرا ما كسر ثقتي اهتزت الثقة بين الأحزاب الحاكمة الثلاث بعد انتشار مسودة لوزير المالية بداية الشهر الحالي وهو يتهجم على السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة ويدعو إلى إتباع سياسة تقشفية وتمسكه بقانون مكابح الديون الجدلي اقتراحاته المضادة ضعيفة وغير طموحة ولا تقدم أي أفكار للتغلب على الضعف الحالي الذي أصاب اقتصادنا لكي نحافظ على رفاهيتنا والأمان الاجتماعي ومسؤولياتنا البيئية وزير المواصلات فولكا فيسينك قرر تقديم استقالته من الحزب الليبرالي وبقائه في منصبه أعتقد أنه كان لدى الحكومة خيارات عديدة لو قام المرء منذ البداية بالعمل معه بشكل أكثر يتوافق الحزب الليبرالي مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة على الدعوة لانتخابات مبكرة وطرح الثقة في الحكومة بالبلمان الاثنين القادم وعدم الانتظار حتى متصف شهر كانون الثاني أطلب من المستشار الاتحادي وفق القرار المشترك لكتلة حزب الاتحاد المسيحي وشقيقه الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بايرين لطرح الثقة على الحكومة في البرلمان بشكل فوري كحد أقصى بداية الأسبوع القادم استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب الاتحاد المسيحي في حال إجراء انتخابات مبكرة ليكون فريدري شميرتس مرشح الحزب لمنصب المستشارية الشخص الأوفر حظاً فضلاً عن المخاوف الموجودة من تصدر حزب البديل اليمني المتطرف من ألمانيا درشاد حاجي لقناة اليوم يوماً بعد آخر يواصل الريال اليمنين هياره أمام العمولات الأجنبية الصعبة وسط سلسلة من الأزمات والخلافات بين الحكومة اليمنية والحوثيين الأمر الذي يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد المزيد في تقرير معادم مصر يعيش اليمن مرحلة جديدة من التراجع الحاد في قيمة الريال أمام العمولات الأجنبية الصعبة إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجزاً ألفين وأربعين ريالاً يمنياً ولأول مرة منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد منذ عشرة أعوام ويأتي هذا الانهيار على وقع سلسلة من الأزمات والخلافات بين الحكومة اليمنية والحوثيين خصوصاً في الجانب الاقتصادي إضافة إلى عجز الحكومة عن وضع حد للانهيار المتواصل في الحقيقة هذا التدهور في الوضع المعنشي للمواطنين وقيمة العملاء الوطنية هو يأتي نتيجة تضاعف الآثار والتداعيات التي عصفت بالاقتصاد الوطني منذ الحرب عشرة أعوام منذ انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وعلى البلاد تعرضت في كافة المؤسسات الاقتصادية والصادرات اليمنية للتعطيل وتقريف وهذا انعكس على الاجمالي الناتق المحلي للبلاد وانعكس أيضاً على تدهور الأنشيطات التجارية والاقتصادية في البلاد بشكل عام الانهيار المستمر والمقيف أخذ ينعكس بآثاره بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والتي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها مما يذر بمجاعة وضع إنساني واقتصادي متفاقم سيضاف إلى المأساة التي يعيشها ملايين من اليمنين الجيع إحنا جواع ما فيش برصة عمل والغلا ما فيش الغلا الغلا الكيلو الدقيق بألف ريال الكيلو الدقيق بألف ريال أي أناس يا مسلمين الغلا 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 ما قدش شري لمعي ألف ريال ما قدش شري بحاجة أصبح الشعب اليمني يعاني من هذا الانهيار ومن هذا الاقتصاد أصبح القوع عدو لهذا الشعب اليمني بسبب الغلا الذي يعانيه وما ندري إلى متى سيظل هذا الوضع يقتل المواطن اليمني وأصبح هم الشعب اليمني كله لقمة العيش سيظل انهيار الريال اليمني يأخذ بالاستمرار وفق اقتصاديين خصوصا في ظل بقاء الأسباب الرئيسية التي قادت وتقود إلى انهيار العملة المحلية وأبرزها الانقسام الاقتصادي وعدم تصدير النفط وتوقف كافة العمليات الاقتصادية الأخرى التي تعمل على توفير العملات الأجنبية الصعبة في البلاد يوما بعد آخر يواجه اقتصاد اليمن تحديات متفاقمة إذ يؤدي طول أمض الصراع واستمرار الانقسام السياسي والاقتصادي إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة من مدينة تعز اليمنية معظم نصر اليوم مع هذا التقرير مشاهدين وصلنا لنهاية النشرة ولا نذكر بأبرز ما جاء فيها القبض على خمسين رهابية مخلايا داعش خلال عملية الأمن الدائم في منطقة الهول شمال الشرق سوريا اجتباكات بين مصالحين محليين وقوات الحكومة السورية بريف محافظة درع جنوبية سوريا وسط حالة من الفوضى استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وقطع غزة سقوط المزيد من الضحايا ولا حل يلوح في الأفق وبعد فوز ترامب مسؤولون روس يدعون حلفاء أوكرانيا بالغرب للقبول بانتصار روسيا والتفاوض على إنهاء الصراع أشكركم مشاهدين على حسن وطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة